دولة واحدة ونظامان هو مبدأ الصين الواحدة الذي ترفض بكين قطعا محاولات الطعن به وتحذر من رد حازم على الدعوات إلى فصل تايوان عنها لكن صقف تحذيراتها الأخيرة ليس معهودا الاعلان عن زيارة مرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مع وفد رفيع المستوى لتايوان رفع درجة التوتر الحاد بين الطرفين إلى مستوى جديد علنا وجهت الصين تهديدات قوية إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تستبعد خلالها اتخاذ إجراء عسكري ردا على الزيارة وفق صحيفة فينانشل تايمز البريطانية رسالة تحذير تلقتها واشنطن بحذر الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن بكين ذهبت في تصريحاتها إلى أبعد من ذي قبل ما يشير إلى إمكانية تنفيذ رد عسكري في المقابل انكبل بيت الأبيض على تفسير التهديدات وإذا ما كانت تشكل خطرا حقيقيا أم هي سياسة تتبعها بكين للضغط على بيلوسي لإلغاء رحلتها زيارة لا تعد محل إجماع بين أعضاء إدارة بايدن حيث تنقل الصحيفة عن مصدرين قولهما إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومسؤولين كبارا في مجلس الأمن القومي عارضوا زيارة بيلوسي بسبب ما تستبطنه من خطر تصعيد التوترات في مضيق تايوان ربما يكون تخوف هؤلاء في محله فالصين اليوم ليست كما كانت قبل خمسة وعشرين عاما عندما زار رئيس مجلس النواب الأمريكي حين ذاك نيوت جانجريتش تايوان فالوقت والظروف تغيرت والصين أصبحت قوة عالمية لا يستهان بها فهل نكون أمام ألغاء بيلوسي زيارتها أم أن الصين ستتراجع عن تهديداتها